نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج ميتسي حلقة نقاشية عبر تطبيق زوم مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين في هولندا وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلا مكرم واستعرضت وزيرة الهجرة عددا من الملفات التي تشارك فيها الوزارة وعلى رأسها المشروع القومي حياة كريمة والذي يجسد حرص القيادة المصرية على بناء الإنسان تماشيا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجانب التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لتكوين فريق تطوعي من الشباب